الناس اللي بيستخدم After Effects في حاجة اسمها الوجل اكسبريشن اللي موجود دوقتي على الشاشة هو عبارة عن مثال بسيط للوجل اكسبريشن في بلندر ما عملتش ايناميشن ولكن كتبت سطر واحد او جملة واحدة فازاي ننشئ الوجل اكسبريشن وازاي نتحكم في حركة عنصر على اكسز او ننشئ الوجل اكسبريشن بهذا الشكل ببساطة هننشئ كيوب او سفير اكتب هنا اللي هي عامة هاشتغ صين طبعن بالانجليش صين الفريم في بونت 1 بس كدك اصبع عندي وجل اكسبريشن صين فريم في بونت 1 عايزين وجل اكسبريشن تبقى وطيئة نخلى بونت 05 ولكن دلوقتي نبدأ ببونت 1 نضغط بلاي ده كده الوجل اكسبريشن ننشئ تاني كيوب نجي في الاكس ها هو لكم مرة دي في الواي الصين فريم في بوينت 5 بعد كان انشئ سيلندر نضغط بلاي نضغط بلاي نضغط بلاي ده كده اسرع ده ابطع ده كده الامبليكتود اكتر فعشان نخلى الامبليكتود اكتر فنضرب في رقم معين يعني بعد ما يكون عندنا هنا المكعب ففي الزد هنا سيكون صين فريم في بوينت 1 في عشرة ده نرى الامبليكتود يعني كده الاقصى في اتجاهين الاقصى كويمة تكون اكتر نضغط بلاي ولكن زمن الانترفال نفسه السوء كان في الاكسا والواي زن متساوي فكده بدون اي منشأ اي كيفريم ده عن طريقة درايفرز او الاكسيبريشنز انشأنا هذا الانميشن البسيط